طبعا الانتخابات الرئاسية وانبرح نقشنا ده وعلى مدار الايام الباضية بشكل مطول ورصدنا يعني كل الزوايا المتعلقة بالعملية الانتخابية لكن كنا بنؤكد على اهمية دراسة ايضا كل ما يتعلق بهذه العملية احنا في عملية ديمقراطية وليدة ومسار ديمقراطي بنبنيه خطوة بخطوة وحجر حجر فوق بعضه عشان نقدر في النهاية نوصل للصيغة المثلة والانسبة وتتطور العملية الديمقراطية في مصر الحقيقة واحدة من الاشياء اللي توقفنا عنها النهاردة هي تصريحات ايضا متعلقة بعشرة اسباب وراء نسبة المشاركة المرتفعة بترصدها الهيئة الوطنية العالية لانتخابات من خلال المستشار احمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وقال ان الهيئة فعلت كل اختصاصاتها الدستورية والقانونية المتاحة عشان تقدر ان هي تحفز وتشجع الناخبين للمشاركة بشكل فاعل واجابي في هذه الانتخابات ويحدثت كمان من طرق مختلفة للتوعية لتوعية الناس وتوعية المواطنين عشان يقدروا يبشروا حقوقهم السياسية بشكل سلس وبشكل اسهل من كل الانتخابات الماضية وقالت انه ده نعكس على انه كان فيه اريحية لدى الناخب المصري اثناء تواجده في مقار الانتخابية المختلفة وقدر انه بسبب الاجراءات دي انه يبقى الموضوع ايسر واسهل واكثر مرونة المستشار احمد البنداري قال انه العملية الانتخابية دي ايضا كانت مميزة لانه كان فيه مجموعة من القرارات والاجراءات اللي تم اتخذها وده شفنا ملموس على ارض الواقع من خلال يبقى يمكن اشار الى نقطة مهمة هي فكرة انه كان فيه ابرام لبروتوكولات تعاون مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية من قبل الانتخابات بفترة طويلة كان فيه كمان اهتمام خاص بذوي الهمم وبتقول الحقيقة ناس تحدثت لاول مرة تعليق مرسقات على اللجان عشان اه تساعد طبعا الناس اه بضغط الاشارة ووزعت كمان كروت اه قراءة بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وكمان سهمت فيه توفير كل السبل المريحة لتيسير على كبار السن وعلى المرضى لادلاء بصوتهم ودي كانت نقطة ايضا مهمة كمان اشارت الهيئة العليا للانتخابات الهيئة الوطنية انه كمان فكرة توفر القضاء المشايفين على اللجان واحنا عندنا كمان اكتر من 15 الف قاضي كل قاضي عليه سندوق ده اعتقدر كبير من الطمأنينة للناس ان هي تشارك وفقا يعني للمستشار احمد البنداري كمان كان فيه اسلوب لجأوا اليه المراد وهو التعاون والتعاون مع الرئيضات الريفيات عشان يقوموا مباشرة بالاتصال بالأسر المصرية وتوعية السيدات خاصة والأسر الريفية وفي صعيد مصر باهمية المشاركة في العملية الانتخابية وده في تقدرهم انعكس على استجابة عدد كبير من المواطنين كمان للمشاركة في الانتخابات المتحاج كمان لجأت اليها الهيئة هي الاستجابة لعدد كبير من المواطنين الراغبين في تغيير الموطن الانتخابي وده صحيل طبعا على الناس كتير قوي كمان كان فيه ما يتعلق بلجان الوافدين وده شفنا حصل فيها شغل كويس جدا كان فيه لجان ووافدين في المطارات وفيه محطات القطارات وفيه بعض الجامعات وكمان احنا عندنا في مدينة الانتاج هنا كان فيه برضو لجنة للوافدين فالهيئة الوطنية للانتخابات بتقول انه ده ساهم بشكل كبير جدا فيه ادخال شرائح يعني اخرى في العملية الانتخابية وكان زمالي بيقولي طبعا بيفكريه بالعاصمة الادارية طبعا شفنا وشفنا فيها الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيودلي بصوت وعدد كبير من الموظفين والعاملين في المشروعات في العاصمة الادارية استطاعوا ان هم يودوا بصوتهم هناك برضو في العاصمة الادارية وده برضو مكان جديد كان بيشهد لجان انتخابية الاول مرة كما بتقول هي ان هم تواصلوا مع عدد كبير جدا من انفلوانسرز والمؤثرين وصناع المحتوى والبلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يساهموا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوعية الشباب تحديدا باهمية المشاركة في الانتخابات كمان كان مشهد المصريين في الخارج كان حافظ مهم للناس اللي في الداخل زي ما بتقول الهيئة الوطنية للانتخابات طبعا كان فيه برضو اقبال في عدد كبير من الدول خاصة الدول العربية وده ادى حافظ للناس كتير قوي كمان بتقول الهيئة انه كان فيه توسع في عدد اللي جان الفرعية خاصة في المناطق اللي هي ذات الكسافة السكانية العالية عشان يبقى فيه طبعا ايه يعني تقدر نستوعب اكتر عدد ممكن من الناخبين راكم ما تنسوش برضو انه الكتلة التصوتية او الكتلة الناخبة زادت بشكل كبير قوي عن مثلا 10 سنين احنا وصلنا 67 مليون ناخب لكن مثلا في 2012 كنا حوالي حاجة و40 مليون النهاردة احنا 67 مليون ناخب ودي عملية طبعا بتحتاج اضافة مزيد من الناس تنقية الجداول ودي عملية برضو شفنا فيها تطور وتحسن بشكل كبير تمان بتقول الحقيقة انه تمكين الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي حتى انتهاء عملية التصويت ده برضو ساهم بشكل كبير ودي حاجة الحقيقة شفنا على مدار الانتخابات الماضية وكتير من استحقاقات الدستورية سواء كانت نيابية او رئاسية او حتى في الاستفتاءات فدي نقطة برضو كويسة ومكملة معنا